الاختبار لفريق الاهلي اليوم شهده مع فريق الهلال ممكن الهلال لعب أخي رزق الله مباراة صابقة مع فريق الأخضر يعني يحتق فريق منافس وفريق قوي لكن الاهلي ما احترام من الفرق يعني ما نقللش من قيمتها الفرقة الصابقة لكن فنياً الاهلي أقوى منه مشكلة في الكورة الثابتة سواء كانت الربنيات أو الأخطال من الأجناب عندها مشكلة في التمركزات مباراة تليق باسم الفريقين وتليق باسم المدربين لأن الحقيقة من المدربين تصوى ردان أو طارق تابت نشاهد فيهم أنه مما غيروا الفريقين تغيير كاملين الأهلي نشاهد فيه الآن بشكل أخر على الموسم الصابق فريق اللعب في كورة جماعية وفي غيابات أيضا في غيابات لكن يلعب عنده صلوب معين عنده طريقة لعب معين يلعب بها قاعد مرودة كل يوم في الفزايد قاعد أن الأهلي قد في كورة جماعية بانتظار صافرة البداية الموسم الماضي نتيجة المبارتين ما بين الذهاب والإياب كانت أهلوية بهدفين دون مقابل في كل المبارتين كانت بأمضاء بودبوس الذي يغيب اليوم عن المباراة على اعتبار أنه انتقل إلى الدوري الجزائري بدأت المباراة زرقاء مع فريق الهلال رفع الكورة في الجيال يسرى البحث عن إدريس الظرات لعب الكورة الآن فرصة لعب الكورة العرضية ولكن هناك صافرة وراية وتسلل بورقيقا يبحث عن مساندة تصل الكورة الآن لزوية زوية تقدم الآن يجد المساحة زوية تقدم زوية يمر بشكل مبتاز ويتحصل على خطأ هذا هو زوية لاعب مهاري وبالتالي هو هو من اللاعبين الذين يجدون صنع اللعب وبالتالي خلق الإضافة بالنسبة لوسط فريق الهلال ينفذ جوين الكورة يلعب الكورة ولكن بعيدة الهلال تلعب الكورة ولكن تعود من الدفاع لازالت الكورة خطرة بالنسبة للتصويم ولكن بعيدة فريق الاهلي خمس دقائق مرت لجديد على مستوى النتيجة التعادل بدون هداف بين الاهلي والهلال جويني عند بورقيقا الآن لجويني الآن من جديد ولكن تعود المزيد في مرتدة سريعة ليصلح الفريق الهلال لعب الكورة هناك في الجهة اليسرى تجاه اسنع اليوسف جويني في دور دفاعي تتهيئة الكورة لأن فرصة التصويم يراوغ يمر ويصوّب افتكاك الكورة عن طريق بورقيقا يمر بورقيقا الآن يلعب الكورة تجاه زوية يتابع فيه الشلابي ولكنها سهلة السعيطي السعيطي يبحث عن باكايوكو السعيطي السعيطي يلعب الكورة بشكل ممتاز الان تتهيئ الكرة امام امجد عامر لكن حضور طيب من جانب برقيقة بلعم بلعم وصل الكرة لي افيونغ افيونغ لعب الكرة لربيع اللافي عند فاضل سلامة فاضل سلامة لي جويني جويني بدأ يعود للخلف من اجل استلام الكرة تعال يا كرة لي افيونغ لان افيونغ فرصة الاداة والادف الاول هدف اول لصالح فريق الاهلي في الدقيقة الثانية والعشرين اذا فريق الاهلي يتقدم الان في النتيجة عن طريق فيونغ بعد تمرير رائعة من جانب اجويني اجويني العائد الى الخلف من اجل استلام الكرة استلام الكرة ومر الكرة في ظهر المدافعين لتصل الى فيونغ الذي يسجل الهدف الاول يعادل اللقطة كرة كانت اه مثالية بالفعل بالنسبة لي فيونغ تهيئت بشكل ممتاز لعبها من فوق حارس المرمى ليضع فريق الاهلي في المقدمة هدف دون مقابل المحاولة الان قائمة لفريق الاهلي تتهيئة الكرة الان فرصة ولكن تتحول لركنية وخطى لصالح فريق الهلال اكرم اكرم بشكل ممتاز مراوغة مجانب اكرم تغيير جيال لعب كليا في جيال يسرى ليجويني جويني ينتظر صعود سلامة جويني مر بشكل ممتاز يلعب الكرة العرضية ليافيونغ يلعب الكرة الرأسية ولكن كانت ضعيف خطى لصالح فريق الاهلي هذا هو العكشي اعبرز الغائبين عن المباراة اليوم بسبب تلعب الكرة سريعة داخل منطقة الجزاء تتهيئ عن طريق السعيطي محاولة المراوغة وهناك لمسة يد على طريق السعيطي في الكرة الماضية اعادة للقطة واعادة للمس الكرة يتم استناف اللعب الان مدون يلعب الكرة خلف المدفعين فرصة ولكن هناك رأية وصافرة رأية وصافرة من الدولة عطية محمد يعادة للقطة التسلل كان واضح كان واضح لكن الفكرة كانت طيبة تمرير الكرة خلف المدافعين تعود لفريق الاهلي عند ربيع ربيع اللي جمع بورقيقا بورقيقا بلعب بورقيقا الان جديد لي زويي 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 مراوغة ممتازة زويي عرض كبيره قدمه اكرم الآن فرصة لعب الكرة العرضية الحاسي يرعب الكرة العرضية ولكن يتدخل بن عامل في الوقت المناسب التبادل الكرة وي نجح ما بين ربيع وبالعام تعود الكرة الآن لتصل لجويني جويني يتقدم لكن اكثر من لعب على جويني في مجد رطيبة مجد رطيبة يبحث عن باكايوك ولعب الكرة بالمقاس فرصة ولكن يتدخل مراد لوحيش اول فرصة حقيقية للهلال باكايوكو ان يضحها خلف ساقطة خلف مراد لوحيشي ولكن مراد لوحيشي كان حاضر ويضع الكرة في الركنية طارق السعيطي ينتظر المساندة طارق السعيطي الحكم لا يرى ان هناك ركل الجزارة جويني جويني يحافظ على كورته جويني يلعب لبورقيقا يقوم بالالتفاف ولا وجود لخطي ينتظر صعود عامر مجديد للسعيطي الان من مرة اخرى اللعب الكرة تجاه بالعيد بالعيد ولكن الكرة كانت طويلة الفكرة كانت طيبة من جنب طارق السعيطي يعادل اللقطة التي طالب من خلالها فريق الهلال بركل الجزاء يعادل اللقطة المراوغة والسقوط يمر بشكل طيب يراوغ بشكل ممتاز واعتراض وسقوط وبطاقة حمراء بطاقة حمراء الحادي عشر يعادل اللقطة والسقوط والبطاقة الحمراء التي اعلن عنها حكم المباراة طبعا الاعادة حسب الكاميرا التي استدم بها اسماعيل الحاسي هذا هو فيونج من جنب فريق الهلال ببطاقة الحمراء هذا هو فيصل البدري وكما قلت في الليلة الظلماء يفتقد البدري البدري لعب الوسط شاهدنا اندفاع بدني كبير من جنب الفريقين وصراع كبير على امتلاك الكرة وبالتالي شاهدنا حالات احتكاك كثيرة ما بين اللاعبين لعب الكرة في الامام من جنب ايتو وفيونج يصدد ولكن تعود من دفاع فريق الهلال يتدخل لوحيشي في دور دفاعي لعب الكرة لأيتو لبورجيجا بورجيجا يحافظ على كورته يعود بها الخلف عند الثلبة الثلبة علي يوسف علي يوسف لبن عامر قلت بن عامر تحول ليكون جناح ايمن عفوا ظهير ايمن لسلامة الوضع امامنا في الصورة الذي تحول لي ان يكون مهاجما طاق طاق هذا هو العكشي الوضع امامنا في الصورة قبل قليل من ابرز الغيابات عن وسط فريق الاهل بن عامر في تنفيذ الرمية الجانبية تلعب الجانبية تجاه زويه ينجح مدون في افتكاك الكرة الان والانطلاق الان مدون يلعب الكرة تجاه السعيطي السعيطي ولكن يضغط عليه علي يوسف ويضع الكرة في الجانبية يلعب الكرة تجاه زويه زويه داخل منطقة الجزائي هي الكرة نفسة يحاول يسدد ولكن من سوفيان بن عمران سوفيان بن عمران اللي رطيبة هي الكرة بشكل ممتاز امام السعيطي الان طارق طارق السعيطي يتابع فيه علي يوسف طارق السعيطي طارق السعيطي يراوخ بشكل ممتاز ولكن يتدخل علي يوسف ويضع الكرة في الجانبية الى الزويه زويه مر الكرة بشكل ممتاز الان فرصة لأف يونغ فرصة ولكن يتدخل الدفاع وتضيع الفرصة مريرة مثالية بالفعل من جانب زوي وضع أف يونغ وجه لوجه مع عرس المرمى اقترب أف يونغ ولكن لم ينجح في وضع الكرة في المرمى الطيبة يلعب الكرة تجاه الفيتوري الطيبة الآن مجديد عالية الكرة تأتي رصيب لا خطر الكرة ولكن هناك راية وصافرة راية وصافرة ووضعية تسلل على باكايوكو كل هذه الأمور تحسب لفريق الأهل استبدال بالنسبة لفريق الأهل المحاولة قيمة الأهل لفريق الأهل عند زوي اللي صداد والهدف الثاني هدف الثاني بالدقيقة الثانية والأربعين عن طريق أكرم الزوي أكرم الزوي يسجل الهدف الثاني إذن تتغير النتيجة وهدف ثاني لفريق الأهل إذن الهدف الثاني إعادة والتصويب على يمين الحارس إعادة للنقطة والهدف الثاني لصالح فريق الآلي تتغير النتيجة الآلي تصبح هدفين دون مقابل يكتمل الهلال اللي اليوم وغابل التركيز لكن قدم شهود ثاني مميز فريق الهلال رغم النقص العددي الكرة لازلت زرقاها مع سوفيان تشيكو في تصوري أن الهدف الثاني